كان عنده عبد تانيس منافع نافع ده كان من أعلم أهل الأرض في هذا الزمان بالأحاديث وكان من أحفظ الناس في هذا الزمان حتى العلماء بيقولوا إيه أصحي أسانيد الأحاديث فقالوا سلسلة الذهب اللي فيها يروي مالك عن نافع عن ابن عمر نافع ده كان عبد عند ابن عمر وكان الناس في الوقت ده بيفتخروا بالعلم فالكل كان رايح لابن عمر علشان يشتري نافع ده فواحد يقوله أنا أشتري بمائة دينار يقول لا 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 أشتري بمتين بتلتمية حتى وصلوا إلى ألف دينار الدينار أربعة وربع جرام دهب فقالوله يعني مين هيديك أكتر من كده قال إن الله عز وجل يقول لن تنالوا البر حتى تنفيقوا مما تحبون أشهدكم أن نافع حر لوجه الله ويعتق نافعا ليه هو أحب العبيد عنده هو خلاص يبقى حر لوجه الله ليه لأن ربنا بيقول لن تنالوا البر حتى تنفيقوا مما تحبون كانوا وقافين مع كتاب الله سبحانه وتعالى يسمع الآية بسرعة لازم الآية دي تتنفذ ما هي الآية دي ربنا أنزلها علشاني أنا فكان بسرعة يروح يطبق وينفذ في حادثة الإفك كان أبو بكر الصديق رضي الله عنه ينفق على منصطح ابن أساثة ومنصطح ده ابن خالة السيدة عائشة ومنصطح للأسف كان ممن خاض مع الخائضين في عرض عائشة تكلم عن عائشة كتير فلما وصل الكلام لأبي بكر طبعا كلام جارح جدا ليه من عدة أسباب السبب الأول أن ده ابن خالة عائشة فهو أولى الناس بالدفاع عنها الأمر الثاني كان مصطح من فقراء المهاجرين فكان أبو بكر رضي الله عنه هو الذي يتصدق عليه وينفق عليه فالمفترض الصديق يعني يا ما خدمك ويا ما أكرمك ويا ما أحسن إليك فالمفترض أنهاردة تدافع عن ابنته فضلا أن دي مرات النبي صلى الله عليه وسلم تدافع عنها مش تتكلم فيها فلما علم الصديق رضي الله عنه أن مصطح بن أساثة ممن وقع في عرض عائشة قال والله لا أنفق عليه أبدا أنا من النهاردة لا أنفق عليه بعدما ربنا سبحانه وتعالى أظهر براءة عائشة كان من ضمن الآيات اللي نزلت آيات تتحدث مع الصديق رضي الله عنه فيها يقول الله سبحانه وتعالى ولا يأتلي أول الفضل منكم والسعة أن يؤتوا وللقربة والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم صديق سمع الآية اللي ربنا بيقوله فيها يا أبا بكر اعفوا واصفح علشان ربنا سبحانه وتعالى يغفر لك وانت أهل كرم وجود فعض بالنفق على هؤلاء مالش لأة ده وقع في عرض بنتي ده عمل كذا ده الكذا لا أول ما سمع الآية تقطع الصديق رأسه ثم ناد على مصطح وقال يا مصطح إن الله عز وجل يقول وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله إنني أحب أن يغفر الله لي يا مصطح عفوت عنك عفوت عنك ووالله يا مصطح لأضاعفن عليك النفقة آية وحدة تغير موقف الصديق ليه لإنه تعلم إن علاقتي مع القرآن إن دي رسالة جاية من ربنا لي اعمل كذا